كلية الدفاع الوطني تختتم أعمال الندوة السنوية للقضايا الاستراتيجية والتي جاءت هذا العام بعنوان مستقبل الاستثمار في سلطنة عمان نحو تحقيق اقتصاد مزدهر وذلك تحت رعاية معالي عبدالسنان بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني سرني جدا حضور هذه الندوة اليوم في الحقيقة وهذا محفل نفخر به جميعا لأن سمعناه من نقاشات ومن توصيات اليوم هي تعبر عن لسان حالنا جميعا في الأجهزة التي تعمل في الشأن الاقتصادي والمالي والاستثماري إن العمل التشاركي في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها يعتبر من القيم الأساسية للعمل الوطني وقد قامت كلية الدفاع الوطني مع بداية التخطيط لهذه الندوة بالتواصل مع شركائها الاستراتيجيين لصياغة محاور الندوة بما ينسجم مع التوجيهات السامية للقائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأهداف رؤية عمان 2040 الندوة جاءت ضمن منهاج دورة الدفاع الوطني التاسعة وتهدف إلى إكساب المشاركين بالدورة مهارات تطوير قدراتهم في دراسة وتحليل مقومات سلطنة عمان في مجال الاستثمار والتحديات الكامنة في بيئة الاستثمار الحالية وتوجهات الاستثمار العالمية ومستهدفات الاستثمار وكيفية إدارته بما ينسجم مع خطط التنمية المستقبلية ورؤية عمان 2040 تأتي ندوة القضايا الاستراتيجية هذا العام المعنية بالاستثمار كأحد الممكنات والأدوات التي تستخدمها كلية الدفاع الوطني لتمكين المشاركين من الأدوات التخطيط الاستراتيجية التي أخذوها في الورش السابقة الندوة على مدى خمسة أيام تناولت محاور وعناوين مختلفة شملت الاستثمار الداخلي والخارجي والتشريعات والتكاملية ونقل المعرفة وتوطين الصناعات والإعلام والترويج لتحقيق أهداف الندوة وللخروج بتوصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ تختتم كلي الدفاع الوطني اليوم ندوة القضايا الاستراتيجية التي ناقشت غطاء الاستثمار في سلطنة عمان قام المشاركون في دورة الدفاع الوطني بالتعاون مع الممثلين من الجهات الأخرى بمناقشة أهم التحديات ووضع الحلول لها والخروج بمبادرات نتمنى أن تكون هذه المبادرات رافداً آخر للجهود التي تقوم بها الجهات الأخرى في هذا القطاع كلية الدفاع الوطني تختتم أعمال الندوة السنوية للقضايا الاستراتيجية والتي جاءت هذا العام بعنوان مستقبل الاستثمار في سلطنة عمان نحو تحقيق اقتصاد مزدهر مؤكدة دورها في دعم جهود التنمية الشاملة في البلاد جنباً إلى جنب ومع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى من كلية الدفاع الوطني النقيب بدر بن حمود النعبي ترجمة نانسي قنقر